اشتركوا في القناة ورفع الجميع الى صاحب الجلالة اطيب التهاني والتبركات وخالص الامنيات بهذه الذكرى المجيدة معبرين عن عظيم الفخر والاعتزاز بما تحقق للمملكة بفضل قيادة جلالته الحكيمة من انجازات نوعية كبيرة في جميع الميادين والتي جعلتها تحظى بمكانة رفيعة ومتقدمة بين دول العالم مثمنين الجهود الكبيرة لجلالته من اجل تطوير علاقات المملكة مع سائر الدول الشقيقة والصديقة وترسيخ مواقفها المشرفة في المحافل والمنتديات العالمية وتعزيز دورها الريادي في محيطها العربي والدولي سائلين المولى تعالى يحفظ جلالته ويرعاه ويسدد خطاه ويمتعه بوافر الصحة والسعادة لمواصلة قيادة مسيرة النهضة المباركة التي تشهدها البلاد في عهده الزاهر ورحب حضرة صاحب الجلالة ايده الله ورعاه بالجميع وبادلهم التهنئة بهذه المناسبة العزيزة معربا عن شكره وتقديره على مشاعرهم الوطنية النبيلة ودعواتهم الطيبة وقال جلالته في هذا اليوم التاريخي المجيد نستذكر بكل الفخر الوقفة الوطنية المشرفة لشعب البحرين العزيز والتي كانت انطلاقة واعدة في مسيرة التحديث الشامل لمؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية وجاءت ملبية لتطلعات أهل البحرين بإجماع غير مسبوق جسد الهوية البحرينية الجامعة والمتطلعة للتطوير والتقدم الحضاري وقد أدى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله والحضور صلاة الجمعة في مسجد قصر الاسخير عباد الله ما من أمة إلا وتجد في تاريخها وفي مسيرتها محطة هامة وانطلاقة جادة ساهمت وبشكل جلي في تحولها وانتقالها من مرحلة إلى مرحلة أخرى أرحب وأوسع وفي تاريخ مملكتنا المعاصر محطة هامة وانطلاقة متميزة قادنا فيها قائد مسيرتنا ونهضتنا مليكنا المفدى حفظه الله تعالى ورعاه الذي واصل مسيرة النهضة والبناء على نهج من سبق من الآباء تلك المحطة هي يوم ميثاق العمل الوطني ذلك اليوم الذي هو ثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي لجلالته أيده الله ذلك اليوم الذي رُسِّخ فيه مبدأ الشراكة في صُنع القرار الوطني ورُسِّخ فيه العمل المُؤسَّسي وكان قاعدةٌ طلاق لعودة الحياة النيابية في ثوبٍ أكثر تجدُّداً ونُضجَاء عباد الله إننا نعيش اليوم ذكرى ميثاق العمل الوطني ذكرى مهمة وخطوةٌ رائدة في مسيرة تحديث العمل السياسي لمملكتنا وذكرى مُبهجة لذلك التوافق والإئتلاف بين أبناء الشعب عباد الله إن من أبرز ثمار هذه الذكرى التأكيد على صدق الانتماء لهذا الوطن ولقيادته وتعميق محبته في القلوب فالقلوب الصادقة مفطورةٌ على حب وطنها اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى أزواجه وذريَّته وارضَ اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين اللهم عزَّ الإسلام والمسلمين واجعل هذا البلد آمِنًا مُطمئنًا سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين اللهم وفِّق لي أمرنا لما تُحبُّه وترضاه اللهم بارِك له في عُمره وصحَّته وعافيته وأهله وجميع ذريَّته اللهم انصره وانصر به دينك وكتابك وسنَّة نبيِّك صلى الله عليه وسلم اللهم من أرادنا وبلادنا ووليَّ أمرنا بخيرٍ فوفِّقه اللهم إلى كل خير ومن أرادنا وبلادنا ووليَّ أمرنا بشرٍ فاللهم اكفِنا شرَّه اللهم وانصر جنودنا ورجال أمننا وحرسنا المُرابطين على جميع الثُغور اللهم كلهم معينًا ونصيرًا ومؤيدًا وظهيرًا اللهم وتقبَّل من مات منهم شهيدًا اللهم واشمُّ بفضلك من كان منهم جريحًا ومرضًا اللهم اغفر لوالدين ولوالد والدين ولجميع المسلمين عباد الله إن الله يأمرُ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعِذُكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون إلى ذلك أكد جلالة الملك المفدَّغة رعاه الله أهمية التمسك بجوهر ومبادئ ميثاق العمل الوطني بالمحافظة على ما تحقق ومواصلة العمل المخلص للبناء على مكاسبنا وإنجازاتنا الوطنية كما أكد جلالته أهمية التعاون المستمر والبناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية معربًا عن تقديره لما يتحلى به أعضاء السلطتين من مسؤولية وطنية رفيعة تضع مصلحة الوطن والمواطنين على رأس أولوياتهم مشيدًا في هذا الإطار بالإنجازات المتميزة التي تحققها السلطة التشريعية بغرفتيها وقيامها بأدوارها الدستورية المناطة بها على أكمل وجه وأن المواطن البحريني سيظل دائما محور التنمية وغايتها الأولى معربًا عن اعتزازه بتكاتف أبناء البحرين جميعًا وحرصهم على الترابط وتوحيد الكلمة وبالعطاء المتواصل للكفاءات البحرينية في إثراء مسيرة العمل الوطني وبما تحققه من إنجازات رائدة في كل المحافل وأضاف أيده الله أننا ماضون بعون الله في طريق العمل والإنجاز ومواصلة النهضة التنموية نحو بلوغ أهدافنا لتعزيز مكانة المملكة بين دول العالم المتقدم وتلبية تطلعات المواطنين لمزيد من التقدم والرخاء والتنمية هذا وقد أقام حضرة صاحب الجلالة هيده الله ورعاه مأدوبة غداء تكريما للحضور بهذه المناسبة الوطنية الغالية ترجمة نانسي قنقر